أخيرا اليوم مع حديث على شقوق على معارك على ناس تحب تعمل فتنة بين وزارتي الدفاع والداخلية وما يحدث اليوم واللي قاعدين نشوفوا فيه ربما حتى ضرب ممنهج لمدير الأمن الرئيسي اليوم ماذا يحدث؟ معركة شقوق نحكي وعليها الناس من المنظومة تضرب في بعضها أو ماذا يحدث؟ أنا لا أتبعهم لا أتبعهم لصفحات هذه المناسبة لهم فاقدين للمصداقية تماما هذوما نحب أن نسمي لهم لديهم حتى أحد واثنين كيبدأوا لنشطوا من 2010 و 2011 ويوجدوا منذ كانت جيدة ويبدأوا الموقف ويبدأوا العشرة مرات لذلك الصفحات مع عمري مطبعهم وأكثريتهم بلوكين عندي جملة وبالحق رأوا معناتها اللي تحكي فيها أنت ما عديش به علم معناتها ما جاءوش قدامي التدوينات ختمين مبلوكين فمش عبدي هاجمك مجانا أنا اليوم نعمل بلاتو ونحكي فيه موضوع الناس اللي تمست بالموضوع ذلك هي اللي بيشتهجمني علش هلوم يتم مهاجمة مدير ديوان الأمن الرئيس أنا بالنسبة لي أنا مدام العباد هذو كم يهاجمون فيه معناتها رأوا هو على حق خطر الناس هذو ما قتلك أعباد مرتزقة زنادقة يخدموا بالفلوس الله هو أعلم شكون يخلص اشترهم عايشين البرة ما همش عايشين في تونس الله هو أعلم كيفاش يغيش وكيفاش يخلصوا في كرواتهم وكيفاش يخلصوا في مصروفهم وكيفاش الله أعلم هذو ما هكذا كل من العرش مش سهل بشتعيش في باريز رأى بالحق مش سهل ما تجاه مشتعيش في باريز بأقل من ترواميلورو من ترواميلورو ولا كاتميلورو في الشهر هم في وقتنا هذا خمسناشر مليون توانسة هذو ما الناس سكون قاعد يخلص عليهم سكون قاعد يدفع لهم من يمول من يمول مدام هم يهاجموا في شخص مهما كان رأوا شخص اذاك مقلقهم وراوا على حق موسيقى موسيقى